لكل فعل دي رد فعل وإحنا بمكاننا هنا هنكون رد فعل لكل اللي مالوش رد فعل هنكون رد فعل كل المواطن بسيط أهلا ومرحبا بكم في قولة حلقات برنامجكم الأسبوعي رد فعل صباح الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان من برنامجنا قولة حلقاته برنامج رد فعل أحب الأول أبعد تهنئة للإخوة الأقباط بالعيد المجيد كل عام هم بخير ويا رب عشرين واحد وعشرين تكون سنة سعيدة ويزيح الغمة ويزيح الوباء عن العالم يا رب أجمعين موضوع الحلقة النهاردة هو موضوع شاغل ناس كتير جدا وبيتكلموا فيه وهي الموضة الموضة بين الولاد والبنات وتريندي ماشي كتير جدا هي موضة الحجاب الغير لائق لا بالعادات ولا بالتقاليد هنقش الموضع كامل مع فضيلة الشيخ محمد عيسى أهلا بك الشيخنا النهاردة منورنا لحلقاتنا موضوعنا النهاردة هو موضوع شاغل ناس كتير جدا وهي ملابس البنات والولاد يعني بين الموضة وبين العادات والتقاليد اللي تعودنا عليها يترى حضرتك يعني إيه رأيك من وجهة نظرك الشخصي في الموضوع هل الموضة اللي ماشية الأيام دي هي نفس الموضة والعادات والتقاليد بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بداية نهنئ أنفسنا ونهنئ إخوتنا المسيحيين بالعام الجديد ونسأل الله عز وجل أن يجعله عما خير وفتح وبركة علينا وعلى العالم أجمع وأن يرفع الله عننا البلاء والوباء وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء اللهم آمين الموضوع اللي حضرتك بطرحتي يعني موضوع طبعا موضوع يعني إزوش هجون موضوع يشغل الجميع موضوع الحجاب أو حجاب المرأة المسلمة أو الحجاب بشكل عامل أن الحجاب ليس فقط قصرا على المسلمات نرى أخوتنا الفضليات الراهبات في الدين المسيحي يرتدين الحجاب ويغطين شعورهن ويغطين جسدهن ويسترن جسدهن لذلك فالحجاب ليس قصرا على المسلمين الحجاب كان موجودا قبل أن يجيء الإسلام الحجاب كان موجودا قبل أن يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم لذلك نجد كثير من المسيحين متمثكين بالحجاب ويحافظن عليه ونجد بعض القساوسة أخوتنا في الدين المسيحي يحفزون ويحثون الفتيات على أنهن يرتدين الحجاب الذي يسترهن والحجاب ليس مقصوده تغطية الرأس يعني المعنى الشكل أو المعنى المختلط عند كثير من الناس أن الحجاب يقصد به تغطية الرأس أو تغطية الشعر فقط ولكن الحجاب باللغة العربية أو الحجاب في اللغة العربية معناه الستر يقول إذا قال الإنسان احتجبت عن فلان أي استترت عنهم طالما أنا قلت احتجبت عن هذا واحتجبت عن الماء واحتجبت عن الضوء أنا استترت عن هذا الأمر والحجاب أيضا في الشرع أو في الدين الإسلام الحنيف لا يختلف كثيرا عن معناه اللغوي إذا أيضا الحجاب في الشرع يعني أيضا معناه الستر والاستتار لذلك الحجاب الذي نراه في بعض الأحيان من بعض الفتيات يرتدينه في أيامنا هذه هو بعيدا عن ما جاء به الشرع الحنيف وأنا والله حزين عليهم هم في اعتقادهم أنهم بذلك يفعلنا ما أمر الله تعالى به يعني هم على سجيتهم الفتيات والنساء على سجيتهم الشعب المصري بطبعه سواء مسلم أو مسيحي عنده التدين دايما نقول إحنا شعب متدين بطبعه فدي حقيقي إحنا شعب فعلا متدين بطبعه بس إحنا محتاجين اللي ينورنا محتاجين اللي يقول لنا اللي إحنا بنعمله ده صح ولا بنعمله ده مش صح ففي ناس كتير إنت لما تقول له ده حلال يقول لك طب أنا هعملت ده وهسارع أن أعمل ده وهحاول أن أننفذ ده تقول له الحاجة أنت بتعملها ده شيء غلط أو شيء حرام يقول لهم خلاصا هابعنا أنا ما كنتش عارف أن الأمر ده حرام وإحنا في حاجات كتير في حياتنا عادات إحنا بنعملها يعني إحنا مثلا في الأرياف أو في الصعيد في محافظات في صعيد مصر نجد النساء يغطينا إلسادة هون سواء مسلم أو مسحي بتغطي جسدها وهي لا تعلم الحكم الشرعي في هذا هي بتغطي جسدها لأنها طلع تتربط على كده العادات والتقاليد عندنا أنها تبقى لابسة كده وسترى نفسها بالشكل ده بس مش عارفة إيه الشكل الصحيح أيها مش عارفين إيه الشكل الصحيح أنا لا تكلم عن النقاب لكن اتكلم عن تغطية الشعر تغطية الجسد ده شيء واجب والعلماء جميعا اتفقوا على أن تغطية المرأة لشعرها أمر فرض من الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكمة تنزيل لرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول للنبي ويريد أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وبناته وانساء الممين يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الله عز وجل بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر زوجاته أن يدنين عليهن من جلابيبهن العلماء التفسير يقولون في هذا أن الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين بأن يرتدينا الحجاب وأن يسترن أجسادهن ليه بقى الحكمة أن ربنا سبحانه وتعالى شرع الحجاب الدليل في القرآن على حضرتك بتقوله ده والحجاب يعني دليل الحجاب طب إيه الحكمة اللي ربنا بسببها شرع الحجاب يعني ليه ربنا بيقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدنين عليهن من جلبي بهن لأن ربنا سبحانه وتعالى بيجيب في نفس الآية مباشرة يقول يدنين عليهن من جلبي بهن ذلك أدنى أي عرف إحنا مش عايزين الناس لأن مش كل فيه رجال طبعا أفاضل ورجال طبعا عندهم الأخلاق قبل التدين يعني الموضوع في الأول وفي الأخر موضوع أخلاقيات مش موضوع دين فيه واحد بيشوف الست ماشاء بيساعتها بيعينها بيغض بصر عنها ما بيئزهاش بالكلام فربنا سبحانه وتعالى يعلم أن فيه برضو بعض الناس نفسهم مريضة وقلوبهم العياد بالله بها خفز يقول ذلك أدنى أي عرفن فلا يؤذين الحكمة أن ربنا سبحانه وتعالى يريد للمرأة ألا تتأذى ذلك أدنى أي عرفن فلا يؤذين لأن فيه ناس لما تلاقي يعني للأسف الشديد أنت بغض النظر يعني أنت كرجل أو كشاب أنت مأمور أن أنت تغض بصرك سواء لقدامك إنسانة متبرجة أو إنسانة محجبة أنت مأمور بغض بصرك في كل الأحوان لكن في ناس طبعا زي ما قلنا قلوبها غير نظيفة لما تجد إنسانة متبرجة أو إنسانة سائبة شعرها والكلام ده كله بيعدي دائئها فربنا سبحانه وتعالى بيريد للمرأة أن يحفظها من هذا الأمر فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أي عرفن فلا يؤذين الله سبحانه وتعالى يريد للمرأة أن يحفظها ويصونها ويصون أسماعها عن أن لا تسمع شيئا يؤذيها في نفسيته يعني الواحدة ممكن وهي مشية للأسف يعني وإحنا بنشوف ده في الشوارع بتاعتنا للأسف الشديد الواحدة تبقى مشية والشباب يقولوا عليها كلام أيها بيضيئها بالألقاظ ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجنب المرأة هذه الأزية حتى لو كانت أزية بالسم بما أن حضرتك ذكرتنا الحجاب والقرآن ودلله في القرآن طب إيه دليل جوابه واللي ممكن أو فوائده عامة في الحياة الحجاب طبعا لها فوائد كتير أول حاجة وده اللي احنا مشكلة كبيرة عندنا دلوقتي موضوع الإسراف في المال الست لو هي لابسة حاجاب ما بتصرفش فلوس كتير عشان تحط الميكاب أو الميكياج أو ما شابه هي بتلبس الطرحة بتاعتها أو الخمار بتاعها وبتمشي فأدي أول حاجة بتعملها أن هي بتقلل النفقات وطبعا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن إحنا نقلل النفقات ولا نسرف ربنا سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسج إحنا مأمورين إحنا ناخذ الزينة الآية اللي بعدها بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لا تسرف في أي شيء لا تسرف أن أنت تصرف أموال كثيرة من أجل أن تضع الميكياج طبعا ده الكلام ده كلنا نحن نتكلم عن الحاجات دي في الشارع بره لكن المرأة بينها وبين زوجها أو بينها في بيتها تفعل ما يحلها دي حاجة من ضمن فوايد الحجاب أول حاجة يعني الحاجة الثانية أطهر القلب الحجاب بيطهر قلب المرأة ويطهر قلب الرجل وربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك عن نساء نبينا صلى الله عليه وسلم وهن طاهرات فضليات شهد الله سبحانه وتعالى بطهرهن يقول هذا لنساء النبي وهو يخاطب أفضل الناس بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم ويخاطب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في محكم التنزيل فإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب يعني أيه المعنى الآية دي أو معنى الجزء من الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول لصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم لما تيجي تسأل المرأة زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء من العلم أو أي شيء من الدين اسألها من وراء حجاب اسألها وهي مستترة وهي متحجبة مستترة عنك ليه طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة كده رغم أن الصحابة يعني مشهود لهم بالعدالة وأنهم رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وأرضاهم وكانوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم فأخلاقهم أخلاق حسنة ليست كأخلاق بعض الذين نراهم اليوم في طرقات ربنا بيقول للناس دي اللي هم الصحابة رضوان الله عليه وأخلاقهم العالية دي وأخلاقهم الحميدة دي بيقول لهم فاسألهن من وراء حجاب وتسأل مين من وراء حجاب تسأل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فأنا بتكلم إن إحنا لو قرننا بين الصحابة وزوجات النبي ربنا بيقول لازم يبقى فيه حجاب في الوقت ده لازم يبقى فيه ستر بينك وبينها طب فما بالك بالوقت والوضع اللي إحنا فيه طبعا إحنا لا نخضح في الناس في الوقت الحالي أو في العصر لكن طبعا كل عصر فيه ناس بتبقى خارجة عن أحكام الشرع وخارجة عن أحكام الدين وخارجة عن أحكام القانون لفت الترحى الأيام دي إحنا مش بنقول أن نلبس نقاب ونتدين أو نتشدد ولا نتعرى ونقول أننا لابس أحجاب يعني ما بقاش لابسة نقاب متدينة ومتزمتة ولا بقين نص شعري من الترحى وقل دي حرية الحرية مش معنى أو مش أننا متدينة يبقى أنا لابس أحجاب بس مش حجاب مستطر كامل له شروط طبعا الحجاب له شروط طبعا يعني نقطة كويسة أن حضرتك أسرتيها موضوع شروط الحجاب إحنا طبعا نبص أقول لحضرتك حاجة يعني أتفضل الإسلام منهجه في التربية أو منهجه في الدعوة أو منهجه في شرع الأحكام منهج تدردي يعني أنا ما جيش من البداية خالص وأقول لا أنت الواحدة مثلا بشعرها لا لا أنت لازم تلبس حجاب دلوقتي لا واحدة واحدة ناخد الأمر ببساطة نبسط الأمر عن الناس إن عصر ويوسط أه الدين يعني بقى إيه إحنا ديننا طبعا دين الإسلام الحنيف دين وسط لا تشدد ولا تسيئ لا غلو ولا تفريط ولا إفراط يعني الأمر إيه وسط الحجاب أو الفستان الدريس الستات بتلبسه ده حجاب بس إحنا نعمل له حاجة واحدة بس نوسعه شوي يعني أنت خليك اللابس زي ما أنت لابس يجيبها بتاعتك أو الدريس البسي زي ما هو مشكلة يعني فيه ظاهرة برضو كل أيام دي كتير يا شيخ إيه ممكن تكون محجبة من فوق بس اللبس من تحت دايق يعني غير لائق أو مثلا لبسة من تحت كويس والشعر من فوق باين يعني ما فيش وسطية بين الموضوع يعني مش فوق زي تحت أو مثلا اللبس مش متناسك مع بعضه زي ما بيقول هو يعني زي بقلت لحضراتك كده إحنا نخلي الموضوع بدون أن إحنا نغلق ولا نحكم الأمر على النساء يعني لأن الموضوع قضية النساء ده قضية كبيرة جدا يعني إحنا يعني ولن تتغير في يوم وليلة ولا في أشهر ولا في سنوات الموضوع يحتاج أن إحنا واحدة واحدة ونحاول أن إحنا نقرب وجهات النظر بين اللي هي بتعمله بين الست بتعمله أو بتلبسه وبين اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده منها ربنا عايز منك إيه طب وإنت بتعمله إيه طب هل اللي 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 بتعمله هو اللي ربنا عايزه سبحانه وتعالى أنا أسأل حضرتك يا أستاذة فاطمة سؤال حضرتك يعني السؤال شخصي حضرتك لابس الحجاب ليه ابتغال مرضات الله أي أنت لابس الحجاب عشان ترضى ربنا طب وده بقى أسأله لأستاذة المشاهدين أو المستمعين أنت لابس الحجاب لي يا أستاذة يا فضيلة يا أختي الكريمة أنت لابسة حجاب لي لابسها عشان رضاء ربنا سبحانه وتعالى طيب هل الشكل لحضرتك لابسة بالحجاب يرضي ربنا ولا يرضي ربنا أنت وأنت دخلها تصلي بين إدار ربنا سبحانه وتعالى بتوقف بنفس الزي اللي تكون خرجة بي ولا لأ أنت قيس بقى بنده وده لها ما قيسكت وإنت أدرى أنت عايزة إيه في الأول وفي الآخر كلنا نريد رضاء الله سبحانه وتعالى وكل الناس بتسعى لرضى الله يعني حتى حضرتك شايفاء والذي أنا شايفه قدامي إنسان غير طائل لربنا هو في حقيقة الأمر عايز رضى ربنا بس عايز حد يعينه عايز حد يوجهه يوجهه صح آه آه عايز حد يقوله بس يقوله بدون نهر يعني يقوله بدون ما أنا أتشدد عليه وأقوله يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى وضع المنهج ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن يعني واحدة وحدة عن الناس لحد ما نوصل له من ربنا سبحانه وتعالى عايزه منه فيه الناس برضو بتكون مثلا خارجة أنا رايح أقابل اللي هو فلان أو رايح أقابل رئيس كذا أو رايح أعمل كذا ببقى لفسة أجمل معاندي لفسة وحطة ميكاب زبطة الدنيا كلها علشان أقابل الشخصية المرموقة دي الناس ما بتبصش للدين من ناحية دي إن أنا رايح أصلي خلاص أي حاجة ده خمار ده لفس أي حاجة ده هما ركعتين هخطفهم على السريع وخلاص لا ترمى ده الله عز وجل لازم نكون بين إيدين ربنا في أجمل صور أكثر من الخروج اللي احنا بنخرجه هو ربنا أمرنا بكده بس طبعا احنا مش كلنا نحفظ القرآن كاملا ومش كلنا نعرف الآيات اللي فيها الأحكام الأحكام الفقيرة مش كلنا نعرفين لك ربنا سبحانه وتعالى بيقول حضرتك بتكلمي في ده بيقولي يا بني آدمة خذوا زيناتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة خذ الزينة بتاعتك أنا قريبا يعني أحد الأفاضل كان بيقولي أنا لقيت واحد نازل في الصلاة الفجر ولابس بجامة النوم وشكلها مش كويس وأنا بصراحة استأتي منه يعني النازل كده حد مثقف شوية فأنا ما عجبنيش إن أنا شوفه بالهيئة دي في المسجد فروحت بعد ما خلصنا صلاة عرفت منه قلت له إزاي حضرتك الحمد لله سلم وعلى بعد أنا عازم حضرتك نشرب فنجان قهوة مع بعض فهو قال لقيته بقى يعني هي دي كده في الكلام ويسكت شوية وقال لي والله أصلا أنا يعني أنا ديك سيما في شاهد مش ينفع عجب البجار مش ينفع أجي عندك البيت كده وهو ما قالوش حاجة يعني ما قالوش طب أنت جاي للمسجد كده لا هو وصله الرسالة بس بطريقة كويسة بطريقة مقبولة بالطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها الحكمة لازم الإنسان يكون عنده حكمة في الأمر بالنسبة للحضراتك قلتي لما أنا بقى رايحة قابل شخص مرموك أو شخص زوء أهمية في عملي أو في أي مكان وبقد بلبس لبسه وقد يكون بعض اللبس أخرج فيه عن إطار الشارع والله ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أو بيقول لك اللي أنت رايحة ديت قابليه عشان وظيفة أو عشان شغط أو فرح رايحة فيه عشان يجيلك عريس أو الكلام ده طبعا نحن يعني بنعيش بين المجتمع وفاهمين المشاكل وفاهمين الناس بتفكر إزاي اللي أنت رايحة له كده ربنا سبحانه وتعالى قلبه وعقله بيدي الله سبحانه وتعالى أنت رايحة في شغل فوقت أهب تستعدالك وممكن يعني يبقى فيه نوع من التبرج شيء يسير منه عشان ألفة الانتباه مثلا أو عشان يعجب بي فأشتغل معي ربنا سبحانه وتعالى جعل أمرك وجعل قلب هذا الرجل وعقله بيدي الله سبحانه وتعالى ولو رضيت ربنا ربنا هيخلي الشخص ده يرضى عني يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما تبزي المجهود في أي حاجة حرجة سيدنا النبي بيقول حديث جميل جدا لو عملناه والله كلنا هنرتاح قوي في الدنيا يقول من ابتغى رضى الله سبحانه وتعالى من ابتغى رضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس أنا لو عايز رضى ربنا والناس هتزعل مني ما فيش مشكلة أرضى ربنا وربنا هيرضى عني وهيرضى الناس عنه طيب وما نبتغى رضى الناس في سخط الله أنا عايز الناس ترضى عني بس ربنا يزعل منه شوي لا ربنا سبحانه وتعالى يسخط عنه ربه ويسخط عنه الناس ربنا يزعل منه ويخلي الناس برضو تزعل منه فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وكل ما عند الله سبحانه وتعالى يناله بطاعته أي شيء عايزه من ربنا ينال بطاعة الله سبحانه وتعالى في الأيام دي يا شيخ في ظاهرة حصل كتير أو كلام بيتقال كتير حول لبس المرأة يعني اللبس الموضة مثلا البنات دلوقتي لبس قصير مناطين مقطعة لبس ديء فيه كلام حوالين الموضوع ده كتير في أن الموضوع ده بيقدي للتحرش سواء لفظيا أو جسديا أو زي ما بنشوف كل يوم في الشارع المصر يعني الموضوع ده الغلط فيه في الأول وفي الآخر على مين؟ على البنت أو الولد اللي لبس كده؟ ولا على الأهل اللي سمحوا أن أنت تخرج بالنظام ده؟ والله يعني بص يعني يا حضرتك موضوع أنا زي ما قلت في البداية الست لبس كويس لبس مش كويس أنت كرجل أو كإنسان عنده أخلاق قبل أن يكون عندك دين مأمور أن أنت تغض بظهر ولا تؤذيه في كل الأحوال أنت شايف منظر قدامك غضبانك لسه ما كملتش لكن الإنسان طبحته مجبولة يعني الإنسان ضعيف الإنسان ربنا خلق وضعيف وقد يميل وده شيء وارد لأن دي غريزة في الإنسان أو فطرة في الإنسان ميل الرجل للمرأة وميل المرأة الرجل دي غريزة محاديش يقدر ينكرها ولا يتكلم فيها لكن أنت لو غضبت بصرك أنت لو غضبت بصرك مش تشوفها أساساً فبالتالي مش هتقع في معصية ولا في زمد فالعب الأول عليك أنت يعني أنا عشان أحافظ على نفسي خلاص مش أبص يعني عناية قدامي يعني كان في حد بيسأل أحد المشايخ بيقوله إني أدمن النظر للنساء فكل شيئاً يجعلني لا أنظر إليهن أنا ما بقدرش أحوش عيني من على الستة فقال لي حاجة أن تخليني ما بصلهمش فقال له اجعل أو اعلم أن نظر الله تعالى إليك سابق نظرتك إليه ربنا شايفك قبل ما أنت تشوفه ربنا بص عليك قبل ما أنت تبص عليه فالإنسان لو حط ربنا سبحانه وتعالى وضع ربنا رقيب عليه لا يفعل هذا الرجوع بقى للموضوع البنت عليها جانب من دولة طبعاً عليها جانب من المشاكل اللي بتحصل الطبيعي النمتي لو ماشي مستترة محدش هيضايقك وإن كان برضو والله حتى بعض السيدات المحجبات بيسمعوا المدايقات وبيسمعوا ألفاظ مش كويسة رغم أنهما مستترين بالحجاب فأنا بقول لحظرتك عشان كده الجانب الأكبر والعبء الأكبر موجود على الرجل أنت لو حكمت نفسك وتحكمت في نظرك خلاص مش هتبقى فيه مشكلة مش هتحصل مشكلة لو أنت تحكمت في نفسك مش هتبقى فيه أي مشكلة وطبعاً وليه الأمر عليه عبء كبير في الموضوع ده يعني هو الواحد المفروض بيبص ابني ده أساساً أو بنتهم صحبة مين بتخرج مع مين بتروح الدرس فين بيكون متابع لأبناء وإنت كأب أو كولي أم أو كأم يعني ترعى بناتها وأبنائها بننشغل أو بقضية الرزق وإن أنا أجيب لهم أكل وشرب واجيب لهم مصاريف والكلام ده وإنسنا أهم حاجة أن أنا أبنيهم صح وعلمهم وربيهم التربية الدينية الصحيحة التي ترضي الله عز وجل وترضينا أنا لو إبني ربيته صح مش هعمل لي مشكلة في الشارع لأنني ربي صح الغلط غلط فهو مش هعمل لي مشكلة فأنا مريح نفسي يعني ابني مش جايب لي مشاكل فأمرتح من الموضوع ده ده الكلام ده وهو في حياتي برضو ألاقي لو أنا ربيه تربية كويسة هلاقيه بيختار في حياته كلها اختيرات كويسة بيختار كلها كويسة بيختار حتى لم يجي يتزوج بيختار الإنسان اللي تراعيننا كأب أو كأم في البيت وتراعيه وتراع ربنا فيه اللي هو تربى عليها وبعد ما موت هلاقي ابني برضو مريح وبلاقي جبال حسنات وعدات حسنات شغال بسبب أن أنا ربيت ابني تربية صح فأحنا يعني طبعا كلنا مشغولين بقضية الرزق وبقضية الأموال والنفقة على أنفسنا وعلى الأولاد لكن ننتبه أيضا إلى قضية الدين وقضية التربية الصحيح أنا لو ربيت ابني صح هلاقي المجتمع كله كويس هلاقي المجتمع كله في ناس كويسة بس العامل الأساسي في الموضوع يعني مثلا ممكن الزوج يقول أنا مجغول بالرزق ومجغول بشغلي طب الأم موجودة هي اللي بتراكب الموضوع ده أو هي اللي بتختار للبنت اللبسة أو بتختار مع ولادها طب والأم في نفس الوقت تقول لا طب هم ولادي كبروا الموضوع دلوقتي بترميع على الأب طب الموضوع دلوقتي يعني الأساس عند مين الأساس عند الأب والأم إن هم مثلا قدوا حرية زيادة عن اللازم فالولاد استخدموها غلط لا هي مش قد حرية زيادة عن اللازم هو للفكرة الحرية ده مطلوبة إحنا يعني ما نحجبش على حد ولا نحجر على حد في رأيه حتى ابن الزغير لما ييجي يسمع أنا دايما بقول للنس ابنك اللي هو الطفل لو عنده سنتين تلس سنين أي أن كان عمره وجاي بيقول لك حاجة اسمعه للأخ ما تقطعوش خليه بقى عنده شجاعة وعنده جرء أنه هو يتكلم لأن للأسف الشديد برضو باللاقي للأسف للأسف يعني باللاقي الواحد بيجبر بنته وهي عندها 12 سنة وعشر سنين تلبس الحجاب لا هو الدين مش كده سيبها لحد ما هي تقنع تقتنع أنه هو ده الصحة المفروض أنه ده الصحة المفروض ما تجبرهاش على أي حاجة هي عايزة تعمل هي مش عايزة تعمل لأنه هي بعد ما كده يعني هي ممكن تلبس الحجاب وهي نازلة قدامك من البيت تروح الجامعة لا لا قدر الله أنت ممكن تتوفى هي بقى خلاص ما عندهاش حد يحكمها فتروح اللي كان غصب عليه في المحاقة تعمل كل اللي عادي تعمله فأحنا بقول أنه يبقى الحاكم للإنسان من داخله بس مش معنا كده أنا سيبه لا أنا بعرف الصحة والغلق بقول له ده ربنا سبحانه وتعالى خيرنا ربنا وإحنا عبيده وأمرنا بإيده خيرنا بين الإسلام والكفر لكن بعد ما خيرنا ربنا سبحانه وتعالى بين الإسلام والكفر قال لنا اللي هيؤمن للجنة والذي لا يؤمن له المكان التاني فربنا ادينا الاختيار لكن عرفنا عقبة دي وعقبة دي فبزيلك الأمر يعني نقيص على هذا الأمر أنا بخير ابن أو بنت يا بنت يا حبيبتي إنت لو لو بقى لبسك واحد اين ثلاثة هيبقى نتيجتك هنا ولو ما عملت اللي إنت في دماغك أو عملت اللي بيتماشى مع الوضع مكانك هنا وانت اختاروا براحتك بس في بنات أو في أولياء أمور بيفرضوا اللبس سواء اللبس عمتا أو الحجاب أو اللبس الكامل بيفرضوا على أولادهم كعادات أو تقاليد احنا تربنا على كده فانتم شوا عليه مشوا على اللي احنا تربنا عليه مش بيفهمهم أو ما بيعرفهمش ان الموضوع ده ده صح وده غلط انت بتلبسي كده علشان تعملي كذا او انت بتلبسي كده عشان تستوري نفسك من أي كلمة حد يأذيك بأي كلمة أو أي لفظ لأ هم بيلبسوا لهم كأمر واقع ان احنا تربنا كده فانتم لازم تتربوا كده طب هو ده صح حضرتك ولا ايه طب ما أنا بقول لا ده طبعا من الصح احنا زي ما قلنا احنا بنعرفه وزي ما أنا قلت برضه في البداية في عادات احنا بنعملها محتاجين ان احنا نعرف ندي عبادة انا باكل واشرب ايه انا باكل واشرب عشان انا لازم اكل واشرب وما عرفتش ان انت بتاكل عشان تتقوى على طاعة الله انت اكلت واخدت اجر حفظ النفس انت بتحفظ نفسك من الهلاك بتحفظ نفسك من الموت انت لازم بتاكل عشان تعيش عشان تعيش طب انا اكلت عشان يعيش عشان اعمد ربنا هو الامر اختلف الاكل اختلف لا هو هو لكن نية انا من جوه اختلف انا اكلت عشان اقدر اقوم اصلي اكلت عشان اقدر اقوم اشتغل واجب لاولادي مصاريف وعف نفسي أكلت عشان أقدر أقرأ القرآن فأنا كده أكلت أخدت أجر أن أنا بحافظ على نفسي وأخدت أجر أن أنا بأكل عشان أتقوى على طاعة الله عز وجل فكذلك الأمر بالنسبة للحجاب يعني أو كل الأمر الإنسان بيعمله في عادات إحنا بنعملها كتير أو في حياتنا محتاجين أن إحنا نصحح النية فيها ونقول إن النية في الحاجة دي لربنا أنا وأنا ماشي على الطريق بالعربية أنا ماشي في اليمين أنا ماشي في اليمين عشان طبعا قوانين الدولة واجب عليك أن أنت تلتزم بقوانين الدولة وواجب عليك أن أنت تحترم قوانين الدولة لكن إلى جانب هذا أقول أنا باحترم قوانين الدولة وباحترم القوانين السماوية اللي ربنا وضعها سيدنا النبع صلى الله عليه وسلم قال اللي يمشي على اليمين لأجر اللي هو ماشي على الطريق على اليمين فأنا كده أخدت أجر وأنا ماشي من غير ما أحس اللي يمشي ويرمي السلام على الناس لأجر اللي يدخل البيت برجل اليمين وهو داخل البيت لأجر اللي يدخل وقول السلام عليكم الأهل بيته لأجر فالحاجات دي كله احنا بنعملها يوميا بشكل يوم أنا بخرج من البيت وبرجع البيت وبأكل وبشرب وكل الحاجات اللي أنا بعملها دي بعملها وأنا معرفش فيه سواب أن أنا أعمل كده خلاص أنا بعملها عشان أنا تعودت عليها أو تدربت عليها من الأول طيب خلاص أنا تعلمت أن الحاجات دي عليها دين عليها أجر أصل فخلاص لما تعلمت أن الحاجات دي تؤجر عليها فتصحح نيتك لله سبحانه وتعالى أنا بأعمل حاجة ده عشان رضى ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي ألاقي نفسنا بأخذ الأجر بالنسبة للست اللي هي لابس الحجاب في الأرياف أو في القرى أو في المدن وهي لابس الحجاب عشان ماميتها ليتها لابس الحجاب لابس الحجاب عشان طلعت لقت والدتها لابس الحجاب لا أنت وأنت بتعمله كده بتاخد أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى بس أنت صحح نيتك وخلي نيتك لله سبحانه وتعالى أنا بلبس الحجاب عشان ربنا أمر بكده مش عشان ماما قالت لي لأنا بلبس كده عشان ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي بيفرح لما يشوفني كده أو لما يلاقيني كده مش عشان المجتمع بتاعي في مجتمع عربي فأنا لازم يبقى لفس الحجاب لا هو الأمر نحتاجين نحن نصحح النية لله سبحانه وتعالى حتى نؤجر عليه نصحح النية لله سبحانه وتعالى بس فيه أولاد صغيرين أو فيه ناس بتبقى وغدة كده علشان حد قال لهم تدمين اللي يعرفهم بقى أنهم يصححوني ازاي أو نعرفهم الصحة والله من خلال نحن بنتكلم اهو يعني اللي اسمعنا يقول لبنات لأ صححني ايتك يا حبيبت أنت نفسي الحجاب يعني البنات الصغيرة متلازم نخنقهم بالحجاب المصغيرين يعني فيه ناس بتقولك لا يا حبيبت تلبيسي حجاب أنت صغيرة لما تكبرت تبقي متعودة عليهم لأ أنت والد أنت تكوني بتعمل لها عقدة نفسية من الموضوع ما أنت مشوى أخذ بالك لأ سيبها براحتها وعلميها يعني سيبها براحتها بس عرفيها قولي لها أن أنا يا حبيبت وأنا بصلي بلبس الحجاب عشان ربنا أمرنا بكده واللي بيعمل ربنا يأمره بيدخل الجنب طبعا بالحكمة والموعزة الحسنة والكلام الطيب الهادئ هتلاقيها هي بتستجيب ليك من غير أنت ما تقول لهاش يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا مع يسوه السلام بيقول وفقهاء له لما تلاقي واحد بيموت في لحظة الموت ما تقولهش قول أشهد ولا إله إلا الله طب ليه ما قلوش أشهد ولا إله إلا الله ده اللي بيقول أشهد ولا إله إلا الله ويموت عليها بيدخل الجنة على طول لا ما هو وارد يعني احنا عندنا في الموت في حاجة اسمها فتنة الممات ده بييجي إبليس عليها لعنة الله وبيتشبه للواحد في صورة أحب الناس إليه سواء والده أو والدته اللي هم توفق ويجي وقول له يا ابننا موت على دينا الفلانية ودخلت الجنة غير الإسلام فموت عليها ودخل الجنة فانت تقوله أشهد ولا لا إله إلا الله فهو يقولك لا هو ما بيكلمكش أنت وبيكلم إبليس لأن القصة دي حصلت مع سيدنا الإمام أحمد بن حنبل في مرض قبل الوفاء كان بينازعوا إبليس إبليس جاي له إمام أحمد بن حنبل إمام من أئمة الفقه وإمام من أئمة الحديث جاي له في سورة والدته بيقوله مدت على اليهدية فإني مدت عليها ودخلت شجنة فسيدنا الإمام أحمد بن حنبل بيقول لإبليس إيه لا وبعد مش هموت على المسيحية أو على اليهودية هموت على الإسلام وابن سيدنا لماما حمد بن حمد ابن اسمه عبد الله بيقول له يا أبي كل إله إلا الله وإبليس في نفس الوقت بيقول له موت على اليهودية متهيئ له في صورة حد بيحبه بيقول له كده فسيدنا لماما حمد بن حمد بيقول له إيه لإبليس لا وبعد فبعد ما فاء بقى من سكرات الموت دي يعني وساء ابنه بيسأله بيقول له يا أبي كنت أقول لك كل إله إلا الله تقول لي له وبعد فقاله يا والد لما كنت أحدثه وإنما كنت أحدث إبليس عليه لعنة الله فعشان كده إحنا دايما نقول ما تقولش الحد يعمل كذا وما تقولش الحد يعمل كذا سيبوا برحته بس مش سيبوا برحته في المطلق لا سيبوا برحته بس عرفه عرفه الصحة والغلط وعرفه للحلال والحرام وعرفه اللي يرضي ربنا واللي مرضيش ربنا سيبه براحة دي في ناس واخدى المفهوم كامل غلط يعني في ناس واخدى المفهوم الحرية ان انا اعمل اللي انا عايزاه ودي حرية شخصية مهي مش معنى ان الحرية شخصية ان انا اعمل الغلط وقول ده صح او ان انا براحتي او ده اللي انا عايزاه الحرية عندنا لها حدود يعني احنا دايما انت حر وحضرتك حر والناس كلها حر بس القاعدة عندنا بتقول ايه انت حر ما لم تضر طب انا لبسي اللي حضرك بتكلم عليه هيدور المجتمع في إيه؟ لأ أنا نفسه نفسي وأنا ضررت حضرتك في حاجة؟ ضررتك أنت في حاجة؟ ضررت الناس اللي ماشي في الشارع في حاجة؟ أوه حضرتك لفسك لو هو مش كويس ضررت المجتمع عشان كده احنا بنلاقي دايما يعني احنا في الدولة المصرية العريقة بنلاقي موضوع خدش الحياة العام الاعتداء على الأداب العامة والقانون بيقول لنا لا احنا في قواعد ملزمة في القانون اسمها المحافظة على الأداب العام والحفاظ على النظام العام اللي بيخالف الحاجات دي بيعاقب قانونة بيعاقب اللي بيخالف النظام العام أو الأداب العامة في الدولة أو في المجتمع في عقاب مقرر لقانونة غير عقاب ربنا سبحانه وتعالى فأنت حريتك أو حريتك في لبسك أو في هيئتك مش مشكلة اعمل انت هايستعمله بس طالما هتأذي حد أو هتأذي المجتمع أو هتغير في عادات وتقاليد المجتمع لا نقول لك استوب والقانون بيقض مجرم معك وبيحسبك بس في بنات الأيام دي كتير بيلبسوا يعني زي ما احنا بنقول حرية شخصية بيلبسوا لبس بيكون بياختش الحياة العامة أو بيحضوا شباب كتير ان هما يتلفزوا لهم ألفز مش كويسة وفي الآخر البنت تطلع تقول لا لا تحرش لا لا كذا ده عملوا كذا ده الشباب دي هي اللي تعدت عليها وقالت كذا فالشباب هما اللي بينقزوا يبقى الغلط فين في الأول على البنت اللي خرجت كده ولا على الشاب اللي تعدى عليها بالكلام هو القضية دي يعني ولا على الأهل أو عمتا اللي ساب بنته تخرج من البيت بالشكل ده حضرتك القضية دي يعني ناس كتير تكلمت فيها قبلنا وناس كتير هتتكلم فيها بعدنا والكلام فيها مش يوقف يعني الكلام فيها مش ينتهي هي الزنب أو الجرب مشترك بين الجميع كلنا كده كلنا عايشين بنكمل بعض سواء في الحاجات الكويسة أو في الحاجات مش كويسة كلنا بنكمل بعض أنا كراجل ما غضطتش بصري وما احترمتش لأن أنا عند أختي في البيت وعند مراتي وعند أمي وعند والدتي طبعا أنا حطت الناس دي مكان البنت اللي أنا ها أزيها أنا لو عملتك كده مش أزي حد وحضرتك نفس الموضوع يعني وانت ماشي في الشارع برضو تراعي الشاب اللي ماشي ده أخوكي ده فطر غريزي في الإنسان محدش يقدر ينكره محدش ينفع أنه ينكر الحاجة دي لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول زينا للناس يحبوا الشهواتي أول حاجة بدأ بها ربنا سبحانه وتعالى من النساء زينا للناس يحبوا الشهواتي من النساء والبنين والقناطير والمقنطرة فميل الراجل اللي ست شيء بديهي وشيء طبيعي والغير كده إنسان مش طبيعي يعني لو واحد مال لواحد ما مالش إنسان مش طبيعي عنده خلل إنسان مش سوي الميلة طبيعي فنحافظ يعني كلنا بنحافظ على بعض إحنا في الأول وفي الآخر هدفنا ومبتغانا أن إحنا نرضى ربنا ونسخل الجنة فنحاول أن إحنا نساعد بعض في هذا الأمر سواء أنا بقى بغض بصري باحترم الأدامي سواء بنت أو ست باحترمها باحترمها كامل سواء باللسان أو بعين أو الكلام ده كله وهي نفس الموضوع والأب والأم عارفين إدعاليهم مسؤولية ربنا سبحانه وتعالى يعني وسيد النبع عليه الصلاة والسلام بيقول كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رأيته الإمام راعن ومسؤول عن رأيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رأيتها والخادم راعن في مال سيده ومسؤول عن رأيته وكلكم راعن وكلكم مسؤول عن رأيته كلين هنستئل والرأسين النبع صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الشريف إن الله عز وجل سائل كل إنسان عما نسترعاه أو سائل كل راعن عما نسترعاه أحافظ أم ضيع ربنا هيسأل كل إنسان فينا الحاجة الأمانة لننتهي لك حافظته أم ضيعتك حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحافظ أم ضيع في حاجة عظيمة جدا إحنا مش عقلين بالنا منها إن الراجل أو الست معانيش معنا اتصال معانا اتصال سلام عليكم وعليكم السلام ممكن أتكلم الشيخ اتفضلي حضرتك ازاي حضرتك يا مهند اتفضلي الحمد لله قلت يا شيخ أنا محجبة يعني أنا عندي 18 سنة بس كتعيز بس كتعيز ألبس مقاب وأهل مش ما فيهم ديولة خلاه إيه بعد فرحكوا كده ربنا نثبتك إن شاء الله والله يعني موضوع النقاب حضرتك مش لازم أن أنت تحجمي نفسك بيه دلوقتي يا أستاذ الرضو يعني وهو مش عشان بعد الجواز لا يعني أنت طيعي يا والدك ووالدتك لأن موضوع النقاب مش موضوع ملزم يعني موضوع إحنا الواجب على المرأة المسلمة الحجاب وده باتفاق جميع العلماء كل الفقهاء والأئمة قالوا إن الحجاب واجب اللي هو تغطية ستر الجسد وستر الشعر لكن النقاب مختلف فيه يعني فيه ناس بتقول إن هو واجب وفيه ناس بتقول إن هو مش واجب وفيه بعض الفقهاء بيقول إذا كانت المرأة جميلة أو فاتنة فاتنة الجمال فواجب إن هي تغطي وشها حتى ما تفتنش الناس فأنت حضرتك يعني مش لازم إن أنت تعصي والديك في الأمر ده ودي مش معاصية خالق في رضا للمخلوق يعني أنت كده مش بتعصي ربنا لأن ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لحضرتك اختلاف العلماء رحمة لنا فطالما حد من العلماء قال إن الحاجة دي مش واجبة فمش لازم نحن نعملها خاصة لو هداي والدي أو والدتي في البيت لأن طبعا مبر الولدين أهم من أهم حاجة يعني بعد رضا ربنا سبحانه وتعالى فإن شاء الله ربنا يصلك أمرك ويرسل لك بيه رجل يتقى الله ويخاف الله تعالى فيك يا الله طب يا شيخ أنا كنت طرحت الموضوع على الصفحة فجالي رأي حد بيقولي لأ الغلط في الأول وفي الآخر على الأب يعني أنا بقول إيه الغلط عند مين أو الموضوع في الأول وفي الآخر بيوصل عند مين قالوا لأ الغلط في الأول وفي الآخر عند الأب لأن الأب هو اللي بيدفع الفلوس في الملابس دي أو الأب هو اللي بيدفع نفقات لأولاد فلو الأب من الأول حتى لو هو مشغول وما رحش مع أولاده أو ما رحش مع زوجته وهما بيشتروا الملابس الضيقة أو الملابس المقطعة أو الكلام ده كله على الأقل هيسأل أو هيشوف هيشوف بنته هي خارجة باللبس ده هيقول لها لا ده غلط أو ده صح على الأقل ممكن يشوف مثلا تعالوا وروني انت شتريته ايه ايه اللي حصل الكلام ده هيكون فيه رقابة فهو فعلا الغلط في الأول وفي الآخر بيقع على الأب الوحده ده أبا حضرتك احنا قلنا إجابة السؤال ده الغلط مشترك على الجميع لكن الأب عليه النصيب الأكبر ليه لأن انت رب البيت انت المتحكم في كل شيء انت لو قلت لها لا يبقى لا هتسمع الكلام بس ما تقول لهاش لا وزعلها ما تقول لهاش لا وتخليها ان هي يبقى في جوها منك حاجة لا قل لها لا وفهمها ليه لا لا بالراحة وفهمها ايه السبب يعني ليه كده وزي ما قلت برضه الموضوع كله يرجع للتنشئة الصحيحة التربية الصحيحة منذ الصغر أنا لو معلمها من وهي صغيرة ان ده ما ينفعش لما تكبر هي هتروح تشتري اللي هو ينفع من غير أنا ما قلها ومن غير أن أنا أقعد وأتناقش معاه ومسؤولة موضوع التربية حمل بين الرجل والست بين الأب والأم مشتركة مسؤولية مشتركة بين الاتنين ما ينفعش أنا أقول لأب هو لا ما هو الأب فعلا مشغول اليوم كله والليل كله عشان يجيب لها مصاريف عشان يجيب لها مال تشتري بالحاجات دي وعشان يجيب لها شوز تشتري فهو مش شايف كل حاجة فعلا ووارد ان هو يكون بينزل على شغله وبينزل على أكل عيشه قبل ما هي ما تنزل ووارد ان هو ما يكونش بيشوف ده لكن ده مش معناه ان هو يعني مسؤولية خالية من عليه والمسؤولية مرفوعة من عليه لا أنت عليك مسؤولية وتشوف فعلا زي ما حضرتك قلت كده والرأي اللي قال لحضرتك كده شوف بنت لابس اي شوف بنت اشتريت اي شوف الكلام ده كله لكن برضو الرأي يجي من ناحية واحد صاحبتي واحد مثلا أو صاحبي لو ولد يجي من ناحية صاحبه لا احنا بنعمل كذا علشان احنا المطلوب مننا ان احنا نعمل كده او دي حرية نحنا او اهلنا مدينا الحرية ان احنا نعمل كده فيكون في تضليل من جانب آخر الصحبة طبعا طبعا الصحبة دي شيء شيء مهم جدا وإحنا عندنا في المثل بيقولي الصاحب ساحب انا لما بقى صاحب واحد بقى ماشي زيه بقى عمل زيه وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والمثل ده مش من فراغ المثل ده ليه اصلي في الدين سيدنا النبي بيقول المرء على دين خليله كل واحد على دين صاحبه هو بيعمل زي ما صاحبهم يعبد فلينظر احدكم من يخالب كل واحد يبص هو يصاحب مين انا لو صاحبت علماء هلاقي نفسي ببحث واكتهد وبحاول ان انا بقى زيهم وتعلم حتى لو وصلتش لدرجة عالم بس بحاول اتعلم صاحبت حد في اي مجال تاني هتلاقي اني بيتعلم زيه وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام برضو بيقول يعني مثله الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ الكيرو حامل المسك الجليس الصالح الصاحب الطيب او الاعداء الكويسة زي الرجل اللي بيبع مسك فاما ان يحزيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه رحيا طيبة انا لو عدت في محل عطور اقل حاجة هستفيدها ان انا هشم رحيا كويسة او هو يديني هدية او انا اشتري منه ايه لو انا عدت في الاعداء الكويسة هيبقى كده لو انا عدت في الاعداء فيها ناس تعرف ربنا سبحانه وتعالى هلاقيهم بيذكروني بالله طب هم مزكرونيش بالله وانا ما سألتهمش عن حاجة في ديني اقل حاجة هسمحها اسمع منهم ذكر ربنا سبحانه وتعالى اسمع منهم ان هم بيتكلموا في كلام طيب فحاول بيني وبين نفسي يعني لو انا مقصر حاول ان انا استزيد في الطاعة لو انا بعيدا عن ربنا حاول ان اقرب من ربنا سبحانه وتعالى هقلدهم في السؤال اه الناحية التانية والجلس في السوء كنافي خكير انت لو عدت مع واحد حداد بيشتغل في الحدادة اما ان انت تجد من الريح مش كويس واما ان هو يحرق ثيابة يعني فكلا تلك الحالتين ضرر كذلك الامر بالنسبة لو انا صاحبت حد بش كويس يعني على الاقل لو انا ما بقش زيه هيخليني اقصر في نفسي هقول بقى بيني وبين نفسي لا ده انا بصلي هو ما بيصليش انا بر بوالدي هو ما بعملش كده هو بيشتم والدي انا هلاقي نفسي ان انا حاسس بنفسي ان انا افضل منه بكتير قوي لكن ممكن يكون الامر غير كده انت بتعمل حاجات طبعية الانسان ان هو بيصلي ده طبيعا ان انت بتصلي انسان بيحترم والده ووالدته ده حاجة طبعية ان انت تحترمهم فالانسان الناس من هو يختار الاصدقاء اللي بيقعدوا معاه انا عرف يعني حد كان يجي لما يجي صاحب واحد جديد في حياته يروح لولده يقول انه صاحب فلان وابو فلان ووالدته فلان والكلام ده كله فوالده يقول له اه صاحب ده انسان كويس او ما اصحبهش فاحنا لو انا بقى كاب خليت ابن صاحبي فبالتأكيد انا مش هديله غير كل الحاجة اللي هتنفعه ما فيش حد فينا ما يحبش ابنه يبقى كويس فبالتالي حتى لو الاب مش كويس يعني بيحاول برضو يخلي ابنه كويس وبيدلوش على إلا على كل شيء صوابه على كل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى فلذلك احنا يعني ندعو الجميع ان هم يقتربوا من ابنائهم ويحتضنوا ابنائهم وبناتهم ما تسيبش ابنك او بنتك للشايع ما تسيبش ابنك او بنتك للانترنت ما تسيبش ابنك او بنتك لاصحابهم لا صاحبهم انت واحتضنهم انت وخليك انت الملجأ ليهم واي حاجة عايزين هيكلم معاك انت صاحب بنتك وصاحب ابنك وانت صاحب بنتك وصاحب ابنك وخليكم كلكم قريبين من بعض لما يحتاجوا اي حاجة يلجأوا لك انت وانت اكيد هتقول لهم كل شيء كويس وانت كأطناء هتقول لابنك كل حاجة كويس هقدم لهم النصيحة صحة احسن ما يراخدوها من حد من صحابهم يتطلع غالى نربط المواضيع وبعدها يا شيخ ونقول ان كل اللي احنا وصلنا له او الوباء اللي ربنا كتبه لنا او كتب علينا ده بسبب بعدنا عن الدين يعني مش لازم نقول كده بالزبط يعني لكن طبعا البلاء ما نزل بلاء زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما نزل بلاء لنا بزم وما رفع الا بتوبة اي بلاء بينزل على الناس بيكون سبب زم يعني بعض الصحابة كان بيقول انا ارى اثر وزنبي في راحلتي واخلاق زوجات في دبتي واخلاق زوجات انا لما بحث ربنا بعرف سبب المعصية في الدب اللي انا ركيبها لا الدب اللي انا ركيبها لا الدب اللي بتنفر من قبل العربيات يعني واحد بقى بيحث ربنا دلوقتي لو هو انسان طاع يلا العربية عطلان الصبح مش عارف يمشي يروح البيتي لا اخلاق الزوجته مش كويس بتكلمه كلام مش كويس الكلام ده كله طب هو البلاء او الوباء لو حضرتك تقصد كورونا هو ده سبب المعاصي والزنوب هو بيبقى فيه بلاء من الله سبحانه وفيه ابتلاء البلاء لو انا طائع انسان طائع واحنا فيه ناس كتير جات لها كورونا وتوفت وناس صالحين فهل ده ربنا سبحانه وتعالى بلاهم بذلك لا ما بلاهمش ربنا ابتلاهم بالامر ده ربنا سبحانه وتعالى ابتلا النس الصالحين بالوباء ده عشان يدخلوا مرحلة عالية في الجن يدخلوا ينالوا اجر الشهادة وفيه ناس للأسف والعزو بالله يعني عاصية لله سبحانه وتعالى فده بالنسبة لهم بلاء فالامر اللي هو بلاء والهو ابتلا هو بلاء للطائع لأن ربنا سبحانه وتعالى يبلوه حتى يرفعه درجات وابتلا للعاصي لكن سيدنا النبع في حديث شريف لم تظهر الفحشة في قومه حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والطاعون الذي لم يكن في أسلافهم الذين مضوا أي إنسان تظهر فيهم الفحشة والاختلاط والزنة والعزو بالله وتظهر هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا فإحنا محتاجين نحن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توب والنصوحة ونصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى ونرضى بأمر الله سبحانه وتعالى ونعلم أن هذا لو أنا إنسان نعلم أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى خير لنا هو ربنا بيبتلينا عشان ده خير والإنسان المؤمن بيستغل ده وبينتهز الفرصة أنه هو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالبلاء سيدنا نبع صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك الأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا لا ربنا أنعم علي بوظيفة كويسة ربنا أنعم علي منتب كويس ربنا أنعم علي بأي نعمة فبشكر ربنا فبغض أجر على كده وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له لو ربنا ابتلاني بأي حاجة مش محببة لنفسه حاجة أزعجتني وردت على كده ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني ونقول لأهل البلاء أيضا إن ربنا سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إن العبد إذا سبقت له من الله منزله العبد إذا سبقت له من الله منزله في الجنة ربنا سبحانه وتعالى لو كتب لي منزله في الجنة منزله عليا ولم أصل إليها بعملي إن الله سبحانه وتعالى إذا سبقت له من العبد منزلة لم يبلغها بعمله أنا ما وصلتك للمنزلة دي بالأعمال لتؤهلني أن أنا أبقى في الجنة في المكان ده ابتله الله في ماله وولده ونفسه ربنا يبتليه إما في المال يقل عليه في المال وإما يبتليه في نفسه وإما يبتليه في ولده ثم صبره على ذلك ربنا بعد ما يبتليه يصبره على هذا الأمر حتى يبلغ المنزلة معلش يشيق الحديث شيء كده ومطول معنا بس يعني في نهاية الحلقة عشان وقت الحلقة عايزين نوجه نصيحة أو نوجه كلمة لكل ولي أمر أو لكل بنت عشان يتعففوا بيها أو علشان كل واحد يحافظ على نفسه بيها أو على أولاده بيها والله نقول لولي الأمر يعني اتق الله في بناتك واتق الله في أمك واتق الله في زوجتك واعلم أنك مسؤولا عنه ربنا سبحانه وتعالى هيسألك عنهم يمو الأيام أنت عملت معهم إيه بلغتهم الدين الصحيح وبلغتهم ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا ما بلغتهمش والفتيات إذا كنت لا ترتدينا الحجاب كما ينبغي وكما يرضي الله سبحانه وتعالى لأجل أن تنالي منصبا أو لأجل أن تنالي مكانة أو عملا فاعلمي أن صاحب العمل ورب العمل قلبه وعقله بيد الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في مصير العباد وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى وإن كنت لا ترتدينا الحجاب من أجل الزواج فالله سبحانه وتعالى يرسل لك الزوج عن طريق تقواك لله سبحانه وتعالى وإذا كنت تريدين أي شيء وتنزعين الحجاب أو لا ترتدينا الحجاب كما ينبغي فاعلمي أن ما تريدينه تريدينه من عند الله سبحانه وتعالى وأن ما عند الله سبحانه وتعالى يأتيك بطاعته مشكورة جدا يا شيخ ويا رب نقدرنا نوصل رسالة وقدرنا ناخد جزء كده في الموضوع ده ونوجه الضوء عليه شوية ويا رب يعفو عننا جميعا وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رد فاعه مع السلام شكرا